في الظروف دي في التوقيت ده شايفها مطش صعب على المنتخب؟ بص الإمكانيات اللعيبة اللي موجودة تعلي كافة منتخب مصر هقول النات الاهدي تعلي كافة منتخب مصر كويس قوي بس في نقطة هو الأهلي ما بيقى كويس منتخب مصر بيقى كويس كابتا نعم بجد الله هقولك على حاجة يعني مش تحايز للأهلي يعني بس كان فيه مرة مرة سوز أحمد كنا موجود كان مدرب روماني كان موجود اسمه رودوليسكو رودوليسكو كان معاه الله أرحمه الدكتور محمد علي وكابتان هاني مصطفى خاد الستاشر لعيب اللي موجودين في مواتش الأهلي والبرادية هو اللي ضموهم قال لك جميع اللعيبة بالغيرات هي اللي هتنضم النات الاهلي هي في وجود الكابتان حسن شحاته 2006 و2008 و2010 كان لعيبة النات الاهلي عالية قوي قوي وكانوا موجودين ولعيبة كلها كانت بتجيد ولعيبة كلها كانت إمكانية أحمد فتحي ولا واقل ولا شادي لعيبة كتير أنت في الوقت دوت كل ما اللعيبة عندها التزام وكل اللعيبة ما عندها أداء وعندها ثبات مفعال في أداءها وثبات في المستوى هينطبع على منتخب مصر طبعا اللعيبة اللي برا بتيجي في وقت دي بتنسامج بتندمج مع اللي موجودين كويس قوي طيب واللعيبة اللي في مصر هما العددها الأكتر هي اللي موجودة أكتر وهما اللي موجودين بنسبة 9 لعيبة أو 8 لعيبة موجودين في الملعب هما اللي بيزيدوا ثقة للعب المحترف اللي جاي مباراة احتمل تجارب؟ يعني يعني الراجل مش هيبان منه شغل أي حاجة هو مش عايز غير من المطشين الستة بونت عايز من المطشين الستة بونت بعد كده يقول ويبدع ويعمل الخلطة ويطبخ بطريق طو احنا كلنا هنقول ايه؟ احنا دقنا قبل كده اقول لك حاجة يعني يمكن يعني هقول لك شوية يمكن إلى حد من الناس بتفكر ازاي؟ جمهور يعني جمهور الكرة بيفكر ازاي؟ جمهور بونت الكرة مش فارق مع الستة بونت قوي بتوع المنتخب جمهور الكرة عايز يتطمن على المنتخب للأصعب واللي جاي بعد كده سواء كاس أمم أفريقيا وسواء المواجهة الفصلة مع تصفيات كاس العالم ده بالنسبة لجمهور الأهم المنتخب ده في الفترة القليلة اللي فضلة دي شهر ونص تقريبا هيروح يعمل حاجة في كاس الأمم ولا هيروح يقول سلام عليكم طب عليكم السلام المنتخب ده لما يوصل من الواجهة واحد من الخمسة الكبار المغرب، الجزائر، تونس، كاميرون، نيجيريا كاميرون تقريبا مش تصنيف مش من الخمسة الأول مش فاكر المنتخب الخمس مين بس هما أكيد الشمال الأفريقي كله جزائر، تونس، مغرب ومعهم نيجيريا والسنغال السنغال تصنيف خمسة كبار فعايز تطمن لما تروح تقابل واحد من الخمسة ده هتعمل ايه؟ دي علامة الاستفام المهمة بالنسبة لجمهور الكرة في مصر هقولك بقى علامة الاستفام لا هي علامة الاستفام للشعب المصري والإجابة الغريبة إن احنا بنجيد اللعبة مع الكبار احنا بنجيد اللعبة مع الكبار هنلعب مع الأسماء الكبيرة دي وتحطط على تضغط بنقدي أداء غير طبيعي هتلعبني مع فرقة لها اسم بس متواضعة الإمكانيات هتلاقيني بنزل لها مش هي اللي بتطلع عليه وحاجة تتكلم في المطلق في العام ولا أرجع أجيبي القديمة مش عايز بس فكر الناس بحاجات توجع يعني نروحنا لعبنا مع روسيا وروحنا لعبنا مع السعودية وروحنا لعبنا مع رجوية ما كانش فيه محد من الكبارة يعني حطوا رجوية في حتى لوحدها ما كناش كبارة يا كابتن عم مش القصد دول كود فوار والسنغال وكاميرون وجزير والمغرب تلات فرقة بتوشمال أفريقيا بالذات مغرب جزير تونس ليك فكر معين معهم مختلف بتقدي معهم أداء مختلف رغم كلهم مختلفين ومكسرين الدنيا أقول لك حاجة تانية أنت أنا قلت لك الخمسة حسب التصنيف دلوقتي مغرب جزير تونس السنغال مين الأفضل من نوجة لا نجيريا نجيريا مين الأفضل يعني مين الدولة اللي تحب أنك أنت تتواجهها في مرحلة التصفيات جزير الجزير فيه كمياة كده بس أنت تتحك فيه كمياة كده غريبة بس الجزير فيها أو السنين والله أما بحط في حساباتي أن هما بيبقوا كويسين ببقى أنا كويس قوي أما بحط أن أنا بتفرج عليهم مش عدم ثقة في أولادنا والله خالص بالعكس أنا شايف أنه منتخب الجيل ده يعني أنا شايفه يوصل يوصل أسرع من كل الجيل اللي فاتت يوصل بعيد كمان في كاس العالم بس محتاج شوك لبقى حد يشتغل عليه التوليفة والانسجام اللي أنت متعوده شفته قبل كده اللي أنت بتشوفه دلوقتي ألا فبقت الثقة بدلا ما كانت مية في المية بقت قلت بنسبة عشرين أو تلاتين في المية مش عايز أقول خمسين لأ بقت ستين في المية طب وليه ما وصلش للتمانين ومع المشاط تبقى تسعين وأشيل حتة الخوف من قلوب المصرية هي ماتش بالأداء ده بالالتزام ده بالاستحواز ده بنسبان السيرك زي ما بنوب لعبت الكرة بيخليك من جواك مطلع